اشتركوا في القناة ومكافحة الاتجار بالاشخاص من خلال المبادرات والبرامج التي تبذلها والرامية الى تعزيز ورفع سوق العمل بما يحقق الاهداف المنشودة وكان حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة قد تلقى برقية تهنية من السيد اسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي الهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وذلك بمناسبة تحقيق المملكة الفئة الاولى في تقرير وزارة الخارجية الامريكية بمكافحة الاتجار بالاشخاص هذا نصها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى اهل خليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارفعوا الى مقام جلالتكم السامي اصدق التهاني والتبركات بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الاولى في تقرير وزارة الخارجية الامريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالاشخاص سيدي صاحب الجلالة لقد كان ولا يزال لتوجهات جلالتكم ورؤاكم اعظم الاثر في تحقيق كل منجز يسجل باسم البحرين ولا يستثنى من ذلك تبوء المملكة المكانة الدولية الرفيعة كاول دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحصل على هذا التصنيف العالي سيدي صاحب الجلالة ان هذا الانجاز الدولي يأتي كاضافة جديدة ضمن منجزات المسيرة التنموية الشاملة والمباركة لجلالتكم والمكتسبات التي تحققت في عهدكم الزاهر الوطن والمواطن ولكل من يعيش على ترابها الغالي على جميع الاصعدة والتي من بينها تنامي حقوق الانسان في ظل دولة المؤسسات والقانون والتي جعلتم منها جلالتكم نموذجا مهما على هذا الصعيد وبشهادة دولية نفتخر اليوم بتحقيقها متقدمين بها على الكثير من الدول التي سبقت تجربتنا وهو انجاز يسجل اليوم بتضافر جهات كثيرة اكدت عطاءها السخية من اجل المملكة ورفعة شأنها وبهذه المناسبة العزيزة يشرفني ان اعبر لجلالتكم عن اخلص ايات الشكر والعرفان على الثقة الغالية التي شرفتموني بها معاهدا جلالتكم على مواصلة العطاء والجهد في خدمة رؤى وتوجيهات جلالتكم نحو كل ما فيه ازدهار ونماء هذا الوطن ضارعا الى المولى العزيز القدير ان يمد جلالتكم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة المسيرة المباركة اسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص